كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء بالتواصل المستمر معكم في هذه الصهرة وإحنا صهرانين مع بعض ونحن في ليلة الجمعة نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة صورة الكهف والدعاء كسرة الدعاء ونستعد اليوم الجمعة بالاستغفار والتوبة والتبكير في النزول لصلاة الجمعة ونحن في ليلة الجمعة في الحلقة بتاعتنا وإحنا صهرانين مع بعض تعالوا نتكلم في بعض من الأخبار اللي إحنا دايما بنقول لكم نحن نتناول الخبر لا من ناحية إخبارية ولا من ناحية سياسية ما لنجدعه بالسياسة ومتقلبات السياسة ولكن بنتناول المواضيع من زاوية أحداث وأحاديث آخر الزمان تعالوا أول حاجة نتكلم عنها النهاردة عن التفاح طبعا الناس دلوقتي بقت عارفة التفاح إيه ما تفتكرش إن إحنا بنتكلم عن التفاح اللي بيتاكل إحنا عارفين إن إحنا بنتكلم عن الحاجات اللي بتتاخد تحت الجلد إحصائية خطيرة وصادمة جدا بتؤكد صحة ما قلناه الناس للأسف عندها مرض اسمه مرض النقد ينتقدوا أي شيء بدون تروي وبدون تمهل إتكلمنا وكنا بفضل الله أول الناس اللي تجرأوا واتكلموا عن موضوع التفاح اللي إحنا عارفينه كلنا اللي بيتاخد تحت الجلد وقلنا إن هدف القضاء على العدد الأكبر من البشرية أكبر عدد من البشرية عايزين إن هم يقضوا عليه ليه؟ لأن أنت عندك مشروع معلن للماسونية اسمه مشروع المليار الزهبي عايزين إن هم يحققوا لما يخرج أو تخرج علينا أخبار بتقول إن في إحصائية خطيرة جدا إحصائية صادمة في بريطانيا اللي عام 2022 أعلى عدد من الوفيات بنسبة كبيرة والسبب هو إيه؟ هو التفاة أيوة بالزابط اللي أنتو عارفينه كلكم هو إيه؟ إحصائية لا تكذب ودايما بنقول الأرقام لا تكذب الهدف هو التخلص من أكبر عدد من البشرية بأعداد صادمة طبعا في جانب آخر إن الدول الكبرى زي بريطانيا وزي ألمانيا وزي يعني فرنسا الدول دي فيه استهداف كبير ومحملين عليها في المرحلة الماضية بصورة كبيرة جدا لازم تركيع هذه الدول الكبرى لكي يتقبلوا النظام العالمي الموحد فبكل أشكال الضغط ومنها التفاح أيوة اللي أنتو عارفينه كلكم هو إيه؟ هو للأسف الهدف من هذا الأمر التخلص من أعداد كبيرة من البشر وتركيع الشعوب لرغبات النظام العالمي الموحد بقيادة الدجة تعالوا كمان ننتقل إلى موضوع أو عنصر آخر وطلب مني هذا بشدة في الأيام الماضية إننا أعلق وأقول تعليق على تساقط السلوش في مصر شفنا الأيام القليلة الماضية إن السلوش بدأت إن هي تسقط على مصر وشفنا في البداية حصل نوع من أنواع تساقط البرد حبات السلج على محافظة القاهرة والجيزة والعاشر من رمضان والزأزيق والشرقية وكان تساقط السلوش يصاحبه رعد وبرق شديد اليومين اللي فاتوا اسكندرية غرآنة واسكندرية فيها برق ورعد بصورة عنيفة جدا وتساقط السلوش على الإسكندرية بصورة واضحة جدا والناس زي ما قلت لكم قالوا لي طيب قلنا إيه دلالة هذا الأمر دلالة هذا الأمر إن العالم يتغير أيها الأحباب أماكن ما عهدناها أن تحدث فيها مثل هذه الأمور بدأنا نشوف إن الأمور بتحدث فيها تغيرات كبيرة جدا وعايز أقول إن قلنا من شهور وارجعوا والفيصل بيننا وبينكم الحلقات بالتواريخ بتاعتها اتكلمنا من فترة طويلة عن طقس آخر الزمان مش أنا قلت لكم التعبير ده ولقينا للأسف يعني في ذلك التوقيت من شهور ناس استغرابت هذا المصطلح وقالت يعني إيه طقس آخر الزمان فقلنا لهم هتلاقوا الأماكن شديدة الحرارة السلوج بتسقط فيها هتلاقوا الأماكن الحارة باردة هتلاقوا الأماكن الجافة الصحراء الجرداء بقى فيها أمطار وخضرة والأماكن اللي فيها خضرة هيبقى فيها تصحر وكل الحاجات دي بفضل الله حصلت بدقة نحن شخصيا لم نكن نتصور أن تتحقق بهذه السرعة وبهذه الدقة تعالوا كمان ننتقل لموضوع آخر ولعنصر آخر العالم الافتراضي التهيئة للنظام الدجال حيث الخداع البصري إيه اللي بيحصل في هذه الأيام زي ما بتظهر أصدنا المشاة شايفين الديناصورات شايفين العمالقة الأجسام الكبيرة دي كل الكلام دا مش حقيقي كل الكلام دا هولوجرام كل الكلام دا خداع بصري هما بيهيئوكم يعني شوف الصورة وحاول تدق بتركيز يعني استحالة تقول أن دا هولوجرام محاكاة شبه حقيقية للواقع أول ما يظهر الدجال هي دي الألعيب بتاعته علشان خاطر أن انت ترى هذه الأمور يعني وتقول لا دا حقيقي دا الكلام دا وتصحيح وهذه فتنة الدجال التي أو يعني استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعد التشاهد الأخير من كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الدجال وفي رواية صحيحة أخرى المسيح الدجال لازم ناخد بالنا أن المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا الخداع البصري هيبهو السما الحاكمة والبالغة كمان في هذا السياق بدأنا نشوف الأطفال الصناعية أطفال صناعيين أطفال مصطنعين تصنيع الأطفال الصغار زي ما بتظهر قصدنا على الشاشة تشوفه زي ما انت شايف كده الطفل الصغير كأنه حقيقي يعني بالفعل يعني كأنه حقيقي لأ تقرب منه وتمسكه كأنه حقيقي سبحان الله وكمان أهو زي مشهد آخر أهوة يعني حاجة حقيقية شبه حقيقية يعني لو أنت ما تعرفش أن هذه المشاهد صناعي اصطناعية تقول لا ده المشاهد دية ايه ده المشاهد دية حقيقية وده العالم الافتراضي اللي بيروجوا ليه في هذه الأيام فاحترسوا وانتبهوا أيها الناس تعالوا كمان نقول لكم حاجة يعني تبشركم بالخير لازم تعرف أن احنا عملنا حلقات كتير وتكلمنا فيها عن كل الشخصيات اللي تخطر في بالك بيتكلموا عن المهدي شخصيات دينية وشخصيات سياسية واجتماعية وناس مفكرين في هذا السياق يخرج علينا القارئ المعروف والمشهور القارئ فارس عباد اللي بيقوم الناس في الصلاة وبنسمع صوته في شهر رمضان القارئ فارس عباد معروف ومشهور بيتكلم عن عودة أرض العرب مروج وأنهار ويقول سيستمر هذا الأمر اللي هو المروج والأنهار إلى أن يظهر الإمام المهدي فارس عباد القارئ فارس عباد بيتكلم عن ظهور الإمام المهدي اللعب على المكشوف والناس كلها عرفة اوعى تفتكر أن المسؤولين في كل الدول الإسلامية وفي كل الدول العالم مش عارفين القصة بتاعت ظهور الإمام المهدي وأن الظهور بات قريبا بيطلع علينا القارئ فارس عباد وبيتكلم أن عودة المروج والأنهار إيزان بقرب ظهور الإمام المهدي زي ما كلمناكم مبارح في حلقة عن تصريحات شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح اللي بيتكلم عن قرب نهاية الحكم الجبري كلها بشريات أيها الأحباب بالفرج القريب فأبشروا جميعا معنا كمان مشاهد مهمة لنيبيرو اللي بدأ يقترب رويدا رويدا والأمور أيها الأحباب في ازدياد الصور اللي بتظهر قصدنا تأمل طقتها من ترقية من دولة تركية بتباين وجود الجسم الغريب اللي بدأ يظهر بوضوح في جميع دول العالم تقريبا بجوار الشمس الأحاديث تتحقق أيها الأحباب مشاهد جديدة للجسم الغريب بن قسين للناس بتقول عليه برا إن هو نيبيرو ويشتبه أنه النجم الطارق كما تظهر أمامنا المشاهد أنا هسكت لمدة دقيقة واسبكم مع هذه المشاهد علشان تشوف وتحكم بنفسك اشتركوا في القناة زي ما شفنا ايها الاحباب المشاهد بدأت ان هي تنتشر بصورة كبيرة جدا والحجج بدأت ان هي برضو يعني تقل ليه ليه كل ما تنتشر هذه المشاهد مش هيقدروا ان هما يتحكوا على الناس وقولك اصدان عكاس للشمس اصل دوت يعني خداع بصري ده فوتوشوب بكل الكلام ده بدأت هذه الحجج تتكسر رويدا رويدا بارك الله فيكم ايها الاحباب يعني مش عايزين ان احنا نطول عليكم بكرا ان شاء الله يوم الجمعة انتظرونا ان شاء الله يكون يوم حافل بالاخبار واحنا مستمرين معاكم ودائما نقول لكم لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته